ترجمة نانسي قنقر بلدي يحدد الأولويات والمشاريع المطلوب توفرة وإنجازة للمواطن تمس حياته الستراتيجية لأنه عدم وجود مثلا نقل عام عدم وجود مثلا جسور إضافية السادس والسابع المستشفيات أثقل على المواطن في معيشته أيضا هناك المدارس هناك زخم كبير جدا على المدارس الحكومية يجب أن يكون هناك يعني عبارة عن خطة استراتيجية لبناء مدارس يعني أحد الأشياء الجيدة حدثت بالمدينة أنه أتت أموال كبيرة جدا من أموال مجمدة وطبعا لمن الغذائي واسعنا مقبلي على موازنة القادمة 2022 ماضي 2023 طبعا هذه هي أكو خلل في شفافية المشاريع المفروض أنه تنطرح والمواطن يعرف يعني ما هي المشاريع التي ستقام في السنة القادمة وأيضا أين ذهبت الأموال السابقة في المشاريع المجزة لأن هذه المشاريع يعني تمام هي جيدة وعن نشوفها هنا وعن تابعة يوميا لكن ما نعرف حالة مالتها طرق أيضا الشركات المنفذة هل هي رصينة وطبعا يعني جدوتها الاقتصادية يعني كمية الأموال المصروفة عليها هل فعلا يعني اتناسب هذه النتيجة الموجودة من هذه المشاريع طبعا أيضا نحن توزيع الأمن الغذائي يعني على مركز المدينة والأقضية ما نعرف لأنه أكو هناك كلام بأنه المدينة الموصل يعني أقل من خمسين بالمئة من هذه الأموال ذهبت لمركز المدينة مع العلم نحن نعروف أن الموصل هي سبعين بالمئة ومحافظة نينوة فأيضا يعني هاي كل الشفافية نرجع نطعم للحكومة المحلية أن يكون هناك يعني شفافية في طرح هذه الأمور مثلا يعني يقولون أنه بعض المستشفيات هي على القروض هاي القرض الكويتي وأيضا القرض الألماني وغيره زينا هذه إذا هي القروض ما حتى تجي وما رح تجي ورح تتوقف وبها عراقيل زينا ليش ما تتحول جزء من هاي أموال المشاريع اللي هي البسيطة اللي هي عبارة عن أرصيفة وغيرها تتحول إلى هالمشاريع استراتيجية مثلا مستشفى بن سينة ومستشفى الجمهوري وغيرها أيضا طريق الحولي يعني طريق الحولي هو جزء من عنده موجود وقابل للتنفيذ وجزء أيضا عليه بعض التجاوزات اللي يتأخره هذا كله يعني يستوجب من عندنا أنه أموال يكون مرصودة بوقت ما ممكن يتنفذ رح يتنفذ أيضا الجسر السادس وغيرها كان قابل لكم مجلس محافظة يراقب وبعدين أصبحت الحكومة المحلية اللي راقبها هم الأعضاء مجلس النواب والمسؤولين في بغداد المسؤولين في بغداد طبعا لهم حصة في المدينة الكل له مراكز نفوذ في الدوائر الحكومية فالعملية عبارة عن عملية صالة توافقية يعني الكل أنه أنا أرضيك وترضيني أنا بالنسبة لي ما أتكلم عن فلان مشروع وأنت لا تتكلم عني فأكو توزيع للمغانوم وأيضا نحن أيضا خايفين من أنه هؤلاء المسؤولين الجدد اللي يسع استلموا مناصبه كراسي ونواب أيضا سيكون لديهم ضغوطات على الحكومة المحلية لأخذ مشاريع وهذا طبعا أيضا على حساب منه على حساب المدينة وأمواله والمواطنين هذه كلها تحتاجها الشفافية تحتاج إلى أنه يكون هناك يعني عبارة عن ملف مفتوح للمواطن بين الحكومة المحلية وبين المواطن طبعا نحن والله نشكر الجود للحكومة المحلية لكن تحتاجها الشفافية تحتاج أنه المواطن يكون سند وأنه يكون عبارة عن مثل الصوت جماهيري قوي داعم لها يعني مقابل منه مقابل الناس اللي راح بتزوكم أو الناس اللي راح تضغطون عليكم من المسؤولين في بغداد اللي يريدون مشاريع اشتركوا في القناة